الامارات في اليمن مشاريع ارهابية تحت غطاء شرعية الرئيس هادي في السادس عشر من اكتوبر الجاري اطلق موقع باسفيد الامريكي تقريرا حول تعاقد الامارات مع شركة سبير أوبريشنز جروب لملكها الاسرائيلي ابراهام جولان بهدف تنفيذ برنامج اغتيالات في عدن لشخصيات سياسية ينتمي معظمها لحزب الاصلاح التقرير اورد شهادات لرئيس الشركة جولان ومساعده جيل مور الذين اظهر فيديو مصور مشاركتهما في محاولة اغتيال النائب الاصلاحي انصف مايو في عدن اواخر ديسمبر 2015 في مارس 2015 دخلت الامارة لليمن تحت غطاء التحالف العسكري الذي قادته السعودية لدعم الحكومة الشرعية في مواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي وحليفها صالح ومنذ تحرير عدن والمحافظات المجاورة لها في يوليو 2015 من الميليشيا عمدت ابو ظبي الى احكام السيطرة على مفاصل الدولة وسيطرت على الامن والمرافق الحيوية وعملت على انشاء ميليشيات عسكرية موالية لها على حساب اضعاف الجيش التابع للحكومة استخدام الامارات لشركات اغتيالات دولية ليس بالامر الجديد ففي ديسمبر من العام 2015 نشر موقع ميدل استعي البريطاني تقريرا حول تجنيد الامارات لمرتزقة كولومبيين وضباط متقاعدين من جنسيات اخرى لتنفيذ مهام قتالية في اليمن بداية قصة تعاقد محمد بن زايد مع مرتزقة اجانب تعود الى عام 2007 بحسب وثيقة سربها موقع ويكليكس الامريكي حيث ذكرت الوثيقة ان بن زايد لا يثق في الجيش الاماراتي وولائه لآل نهيان ومنذ ذلك الحين بدأ بابرام صفقات مع شركات امنية وعسكرية لتنفيذ اي مهام قتالية وامنية يعزز ذلك لجوء مالك شركة بلاكووتر ايريك برينس الى ابو ظبي بعد انباع الشركة وهرب من الملاحقة القانونية التي كان القضاء الامريكي يعتزم تحركها ضد مسؤولية الشركة اذا سلوك مافيا دولية تقوم به الامارات هذه المرة في اليمن ناشطون حقوقيون وقانونيون يطالبون الرئيس هادي بالتوقف عن اطفاء الشرعية على الاعمال الاجرامية للامارات في اليمن خاصة بعد صدور تقرير يدين الامارات بالصوت والصورة والشهود فالى متى سيظل اليمن مسرحا للارهاب المشرعا والجرائم المسكوط عنها